طيب أنا برضو عايزة أرجع وراء شوية كان لك أغنيات مع قبلة فضيلة في الإزاعة؟ كنت كل أسبوع تقريباً بغني أغنيتين يعني كنت خلاص في برنامج الأطفال الأشهر يعني آآ آآ اللي هو غنوة محدودة وكننا أصحاب جداً جداً هي مستطيبة أن نطالب في قليلة الفنون الجميلة لسه وكنت وقتها لسه حتى ما تعرفتش بالأستاذ بليك حمدي كنت بشتغل في فرقة من فرقة التراث فرقة الموسيقى العربية اللي بنغني فيها الموشحات والأدوار وكده وكنت بدأت يعني دكتور راتيب الحفني كانت بتزيع برنامج اسمه من الموسيقى العربية كل يوم الجمعة فبدأت أتعرف شوية بس مش بأغنياتي ما كانش لها أغنية خاصة يعني بي لكن كنت بدأت أتعرفه كان الدكتور يوسف شوقي في الفترة دي الله يرحمه يعني تبنى فكرة إنه يعمل لي ألحان للأطفال مع قبلة فضيلة وهو الأول واحد دخلني في الموضوع ده وكنت بحب أشتغلها حتى ما كنتش بطلب فلوس يعني ولذلك لما جيت أخذ بعض الأغنيات ونزلها في شريت كان وقتها شرايت حبيت أستأذنها قالت لي نزلها يعني أنت ما بتاخدش مننا فلوس فنزل الحاجات دي وأنا حتى لما بعتها للشركة دي كانت اسمها صوت العلم وكان مهمتها حلوة جدا الكتب الدراسية بتاعت كل المراحل الدراسية بيعملوها مسموعة في شرايت فكانت فكرة حلوة وحبيت قوي أنه لما الراجل قال لي لو عندك أغاني أطفال هاتها حبيت أنه الفكرة قد كده تنويرية وتثقيفية لكل المراحل من ابتدائي لغاية سنوية درباتي ما عندناش يعني أغاني أطفال إحنا بقالنا كتير سنين طويلة لا ننتج أغاني أطفال حتى من قبل الثورة بكتير يعني حاجة طبعا يعني بديهية أنه البداية من الطفل هي يعني هي دي أول السطر يعني نعلمه يغني نعلمه يعني يتزوج يتعلم كل حاجة وده مهم قوي يعني لازم يبقى عندنا أغاني أطفال ومعروفة مشهورة أطفال ومعروفة مشهورة